موسيقى ماذا يعني موت المسيح لنا ممكن نجاوب على هذا السؤال بطريقتين أولا بطريقة شخصية ثانيا طريقة كتابية بالنسبة لي أنا شخصيا موت المسيح بيعني لي شيء كبير انقاذي من الموت المحتم كنت بستحق الجحيم بستحق النار بستحق الهلاك الأبدي لكن موت المسيح انقذني أعطاني الغفران أعطاني الشفاء أعطاني الحرية أعطاني التبرير وأعطاني المقام اللي الله يصر فيه الشيء الآخر تظهر محبة الله اللامتناهية الغير مشروطة الغير محدودة طبعا الله لا يصر بموت الشرير أجرة الخطيئة هي موت وطبعا مهم جدا ندرك أنه خطيئة الإنسان تقود الإنسان إلى الموت ثم إلى الهلاك لكن تظهر لي محبة الله محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يقول أيضا ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطات مات المسيح لأجلنا فإذا موت المسيح بالنسبة لي كانت عملية إنقاذ كانت عملية خلاص لأنه مثل ما ذكرت أجرة الخطيئة هي موت والرب مكتوب عن يسوع وضع عليه إثم جميعنا ثم موت المسيح من ناحية كتابية هو موت كفاري قدم نفسه ذبيحة خطيئة وأيضا ليكفر لكي يغطي عن الخطيئة خطيئة الإنسان ولكي يوفي ويرضي المطلب والعدالة الإلهية أيضا هذا الموت أحبائي هو موت اختياري إنه المسيح فعلا أجأ بنفسه وقدم نفسه على الصليب مكتوب أسلم الروح فقدم نفسه قدم نفسه فدية هذا الموت أيضا بذل نفسه عن الخطاء هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف هذا الموت أيضا بالنسبة إلي كان موت بديلي المسيح مات حتى أنا أحصل على شخص المسيح المسيح أخذ مكتوب عنه أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا الذي بجلدته شفيتم بحبره شفيتم فإذن هو يأخذ مرض وصم الخطية حتى يعطيك الشفاء ويعطيك أيضا الشفاء الجسدي والنفسي أيضا ثم هو أخذ خطيانا أخذ آثامنا وعطانا بره وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنسير نحن بر الله فيه الذي هو نفسه حمل خطيانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر الذي بجلدته شفيتم ثم أحبائي أخذ اللعن تعرف مكتوب ملعون كل من لا يعمل أعمال النموس من عمل النموس وعثر بواحدة فقد صار مجرما في الكل فالمسيح هو الذي كمل النموس وتمم النموس كاملا وعندما مات على الصليب صار لعنة ملعون من علق على الصليب حتى أنت وأنا نأخذ وننال بركة المسيح ثم أخذ فقرنا وأعطانا غنى هذه الامتيازات كلياتها امتيازات جميلة يكفي أن نقول أنه أيضا الذي بدمه غفران الخطايا أيضا الفداء والمصالحة لكن عاوز أختم شيء مهم جدا من خلال موت المسيح انشق حجاب الهيكل وصار لنا الثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع المسيح لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة للخطايا فإذا انشق هذا الحجاب وصار فيه العلاقة الشخصية العلاقة الحميمة أتقدم له لأنه بحبني وأنا بحبه فصار فيه ثقة أدخل إلى عرش النعمة أدخل إلى الأقداس بسبب عمل المسيح الكامل الكفار على الصليب إذ سفك دمه من أجلك ومن أجلنا الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه اشتركوا في القناة